هذا العالم هو الوجه الآخر لعالم الغيب الإنسان بالذات خليقة مادية روحية ثنوية ولذلك هذا الذي يفسر لنا كل الظواهر الخارقة مع الأنبياء مع الأولياء مع السلحاء معاك ومعاي ولا واحد فينا لم تحصل له ظهر خارقة في حياته صح ولا؟ بالأمس أخ فاضي الكريم والله العظيم يرسلني من دبي قال لي يا فلان وما حبيت قال لي هذه يعني لا يعلمه ربما يعني إلا المقربون جداً من أهلي وإنت أول واحد ما يعلموه؟ أنا قال لي في 2008 فتحت شركة تعرفوا الضرب اللي صارت في 2008 عاد خسرت الشركة خسرت أموالي أصبحت مدينة نلمو إلى أخير يا أصبحت في حالة قد سيئة جداً جداً ولم أستطع أن أتزوج وخسرت كل شيء ومدين قال بعت سيئاتي بعت كذا أبي باع أشياء هناك في غزة قال لي أو فلسطيني مقيم في دبي وبعت الأموال وسدد الناس وبخيت مدينة كاللي فضاقت علي الدنيا برحبها وذات قال كنت يعني أعتاد كل مساء أذهب إلى الشاطئ أجلس كذا أتعمل في البحار في الأمواج في النجوم كذا وأعود قال وذات ليلة وأنا في شدة الكرب والهم والغم توجه دي الله باكياً قلت يا رب أنت تسمعني وترى مكاني وأعلم بحالي يا رب إن كنت تعلم أنك ستفرج ما بي من هم وترفع ما بي من غم وتحل هذه المشكلة ابعث لي سمكة الآن تخرج لي سمكة قال أقسم بالله قال يا شيخ يبكي أقسم بالله قال ما أتممت الدعوة وإذا بسمكة لم أرها من قبل قال كبيرة سمكة كبيرة قال خرجت مثل عروس من الماء وقفزت أمامي وجاءت ظلت تقفز وتقفز اقتربت مني جداً وتعمل حركات قال وأنا سح في البكاء سح قال لي ومنذ ذلك اليوم يا فلان أنا أقول لو سبع مليار من البشر وحق له أن يقول سبع مليار ينكرون الله ويلحدون به لبقيت أنا المؤمن الوحيد حق له طبعاً تطلبت آية أوتيتها هذا على فكرة يمكن ما فينا واحد إلا حصل معاه شيء زيك في لحظات اضطرارية صعبة والله ما بيلعبه وأنت ما تلعب معاه والله ما بيلعب معك وأنت ما لعبته وأعطاك إياك أن تحور إياك أن تحور ترجع تعجحد وتعود في حافرتك نسأل الله أن يحفظ علينا عسمة الإيمان والدين بالنسبة للفيزياء الكلاسيكية فيزياءان عندنا عندنا النموذج النيوتني وعندنا النموذج الفرنسي جماعة اليوتن ونيوتن نفسه كان أحد الموحدين طبعاً ليس مؤمن بالله لكن اليوتن كان موحداً يونيتيريان يقولك الله واحد ليس ثاني يقامل بالثاليث بالثالوث نيوتن على الذكرة ونيوتن طيب الله ذكره دراساته في الكتاب المقدس والدين أكثر من الفيزياء والميكانيك بكثير الناس مش عارفوا الكلام هذا يعني هو الرجل الدين أكثر منه لسه فيزيائية تخيل يعني عميق الإيمان بالله يؤمن بأن الله خلق الكون وأوجده وأوجد قوانينه في البرنسيبيا ذكر هذا قال الله ليس روح الكون وليس قوانينه هو اللي أوجد روح الكون وقوانينه ذكرته في المطرقة هذا المهم فهذا نيوتن قضية لابلاس قال لك لا مختلف لو واحد يقدر يقف على كل الشروط البدئية كل الشروط البدئية لأي ظاهر طبيعية كلها بس ومستحيل يعني شيطان بدك واحد نوع شيطان علم وشيطان قد الكون بس هو بقول لك افتراض لو واحد يقدر يقف على كل الشروط البدئية بقدر يتنبأ بكل ما سينسل منها إلى آخر الزمان إن كان له آخر بدقة هذا البلاس بس بشرط عند البلاس وعند أتباع البلاس في نظام مغلق في نظام مغلق إستقايا الآن قضية نظام مغلق هذه قضية دعوة لهوتية ميتافيزيقية فلسفية ولا فيزيائية بإجماع الذي يفهم في شرط هذه هذه ليست دعوة فيزيائية ولا الفيزيائية التي علاقة بها ولا تستطيع تثبتها هذه دعوة ميتافيزيقية يعني الآن ليس ثابت أنه نظام مغلق تقول لي كيف قضية معقدة جميلة ولكن والله بدأ محاضرة دعوة بعدين أنا في ذهن من حوالي سنة بالدهمة لكونت محاضرة مطولة عن ماذا؟ عن المعجزات المعجزات وموقف العلم الطبيعي منها قصة قصة في غاية التعقيد لكن في غاية اللطف والعمق فيها عمق علمي وفلسفيودي شيء رهيب رهيب تقول لها معجزات والأمبياء والأولياء وليس عارفين انتهى كلمة واحدة وأختم بها أنضي لأنه لنستطيع أن نواصل لو ثابت وهو ثابت لدينا بالنسبة الله ولو منتدد لحظة واحدة لو ثابت أنه الإنسان في عنصر غير مادي اسمه السول أو الروح نحن نسميه النفس لو ثابت انتهى انتهى إذا ثابت هذه الثانوية هذه الازدواجية هذه المثنوية معناها على الأقل فيما يختص بالإنسان فيما يختص بجهاز العصر المركزي الدماغ تبعه الدماغ يصبح نظاما غير مغلق سببيا انتهى ديكارد أدرك هذا من قبل أربعمائة سنة أبو الفلسفة الحديثة يعني إن ثابت أنك فيك عنصر أنت أيما ورائي إذا نظامك المادي مش مغلق سببيا ولذلك يمكن لهذا الجزء اللامادي يأتي ويتطفل على عالم المادة ويحدث فيها آثارا آثارا ومعلولات له غير مفسرة بالمادة وتخرق قواني المادة وهذا اللي بصير وهذا اللي بصير مع الأولياء ومع مجابي الدعوة واللي بقول لك شوفيت بتروح بعد يومين قال لك فيشي فيك إيشي لا يكاد يصدق ولا بقدر مادي وهذا القضايا مش حابين وثقوها أمي وأنا قلت لكم وهذا الشهادة يعني إيه للحق بفضل الله قبل حوالي ثمانية أشهر الجمعية الأمريكية لعلم النفس وهي الأولى في العالم في بابها لأول مرة في تاريخها ومرغمة قلتاً قالوا يعني مع الكلام عندي يعني مع شديد الأسف كلنا يعني أسف كلنا أسف اضطررنا ونحن مضطرون بعد أكثر من ثلاثة وعشرين ألف حالة تم توثيقها وبرهنتها أن نعترف بوقوع الظواهر الخارقة للعادة والطبيعة هيا بتغاسب عنكم ضليتوا تكابروا إلحاد إلحاد خضية بدوا مني لح دون ناس يا أخي عالمنا ليس عالما مغلقا سببيا